بسم الله الرحمن الرحيم نيورو اناتومي باي دكتور ايمان احمد خنفور بروفيسور في اناتومي عن امبيريولوجي اليكزاندريا يونيفورستي هنتكلم لهذا ان شاء الله على حاجة اسمها بيزل جانجليا هنشوف ايه الاجزاء بتاعتها واكيد طبعا هنتضرب على مجموعة من الشورت كويتشنز مبدئيا عايزين نعرف ايه المقصود بكلمة بيزل جانجليا احنا نوهنا عنها قبل كده اما خدنا الانترنال كابسول وبرضو اتكلمنا عليها اما شوفنا الهوريزينتال سيكشن النهاردة بقى هنقول من تاني ان البيزل جانجليا دية هي عبارة عن sub cortical collection of gray matter موجودة فين inside cerebral hemisphere وطبعا احنا قولنا قبل كده ان cerebral hemisphere بيكون من كورتكس عبارة عن gray matter يليه على طول تحتها white matter embedded inside الwhite matter دية collections of gray matter سميناها البيزل جانجليا بتتكون من ايه البيزل جانجليا دية ها انا توميكالي البيزل جانجليا بتتكون من اربع حاجات انا جاب صورتين اهو عشان فيه حاجات هنشوفها من الهوريزينتال سيكشن وفيه حاجات بنشوفها اما يعني نعزلهم لوحدهم برا كده عشان بس تبقى الصورة واضحة بالنسبة لنا اول حاجة تكون منها حاجة اسمها coedate nucleus اهو بدأ من اول هنا ولف كده هوت بدأ من اول هنا ولف كده هوت فكببان عندي فيه الهوريزينتال سيكشن اهوت بتبقى lateral to the anterior of the lateral ventricle بعد الكودات نيوكلاس عندي حاجة اسمها lentiform nucleus lentiform nucleus وطبعا لاحظنا ان فيه connection اهوت ما بين ال lentiform والكودات نيوكلاس هنتكلم عليه فيه مع بعض بعد كده امسك كده اللي هو الكودات نيوكلاس لفة 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 لغاية التيل بتاعها متعلق في الديل بتاعها عبارة عن بيليا كده صغيرة اسمها ايه؟ اسمها amygdaloid nucleus دول كده التلاتة مين components بتاعة البيزا الجنجلية يبقى عندي حاجة واحدة بس ودي مش حدبان عندي لما اخد الهوريزنتل سيكشن بتاع السيبر الهيميسفير هو عبارة عن شريط بيئ شكله two-shaped مسنن موجود deep to the insula أو lateral to the lentiform nucleus lateral to the external capsule انا عندي ده اسمه internal capsule ومعاين ادي براه هنا في حتة اسمها external capsule another small band of white matter just a letter to it بلاقي عندي حاجة اسمها كليسترم كليسترم يبقى عندي كده كمبوناس فاعة البيزا الجنجلية يلا ندرها نسمعهم مع بعض عشان ده الواحده ممكن يجيلي فيه ملطب تشويسكويتشن اللي هما codate nucleus lentiform nucleus amygdaloid nucleus and cholesterol نشوف كده شكل البيزا الجنجلية بشكل animated بص كده حمشي معها واحدة واحدة اللفة دي الكوديت الجزء اللي يخرج على قدام ده lentiform اللونها احمر متعلقة في الديل بتاع الكوديت ديت هي دي الاميجدالويد بص لها كده كويس واقعد اسرح معها شوية كده حبي فيها شوية كده طب هي هو مجموعة البيزا الجنجلية ديت لها morphological classification phylogenetic classification يعني مين اللي كونات بدري قوي ومين اللي كونات حديثا جدا وكده فاللي عاوز يعرف الجزئية دي مفيش مشاكل اللي مش عاوز يعرفها برضو مفيش مشاكل أول جزئية من classification ديت بسميها نيو نيو خلاص أحدث جزء يتكون في البيزا الجنجلية وده بيكون ممثل في الكوديت نيوكليس والبيوتامين هتقول لي ايه بيوتاني احنا ما قلناش قبل كده اه لا دي جزء من اللي انت فور من نيوكليس هنتكلع عليها فيما بعد طيب وده بتمثلي اللي هو الكمون افرينتس عرفيك الكلام ده ممكن يهمينا جدا كمان في الفيسيولوجي دي يعتبر الكمون افرينتس طيب بقى كده عندي حاجة اسمها باليوسترايتم دي انترميديت مرحلة مدوسطة من الديفيلوبمنت من حد التوقيت وده بتكون ممثلة في الجلوباس باليو داس وده بتمثلي الكمون افرينت طالع منها طيب اقدم مرحلة بقى اسمها اركيسترايتم دي the oldest in development وده بتكون ممثلة في الكلسترم اللي هو مش معروف ايه الفرنكشن بدعته بالزبط يلا انا عزبا الناس الفطاح البقى يضيع بقية اليوم بتاعه ويقعد يبحث لي عن الكلسترم عشان يجيب التأدير المعهود بتاعنا هنمسك بقى جزء جزء ونتكلم عليه من البيزل جانجليا انا الحقيقة يعني في الموضوع ده بالذات حريص ان انا امسك العصاية من النص بالزبط هتكلم على المين strategic points بالنسبة لكل جزء من البيزل جانجليا البيزل جانجليا ايه انا مش هقول بس هوريكم منظر كده معين ايه اللي احنا شايفونه ديها جماعة حاجة سعب بنعملها كان فصلات جواحة بنكتب يا كومه شبت طب الكومه شبت ديت انا حنيمها على جنبها شوية هيبقى اشكلها عامل كده هوت طب تعال نعملها بالشكل بتاع الكوديت نيوكليس فعلا اهيت بدأ من اول هنا ولفة عاملة كده هوت اذا الكوديت نيوكليس ديت عبارة عن كومه شبت ماس اوف جري متر خلاص ما تتنسيش ابده عبارة عن كومه شبت ماس اوف جري متر طب بمنها كومه شبت يبقى لايكيد بارتس معينة ايه البارتس بتاعت الكوديت نيوكليس دي بتاع نعمل كوريليشن كده للسرودين دول مع بعض خلي بالك حامشي معها ادي الكوديت وهنا ادي الكوديت اهوت بتكلم من ثلاث اجزاء الجزء اللي قدام ده اسمه الهد ياليه على طول وراه تبدأ تديق شوية يبقى اسمه البادي واخر جزء اللي هو الديه اللي بقى بتاعها اسمه تيل يبقى دلوقتي ايه الاجزاء بتاعت الكوديت نيوكليس عبارة عن هيت بادي اند تيل يغطى لهم ريليشن معينة اه هرما لهم ريليشن كتير جدا للعارض يبحث بقى انما انا هقولك المين استراتيجيك بوينت بالنسبة لكل جزء من الكوديت نيوكليس ايه الاجزاء وتعالى نبص مع بعض فين الكوديت نيوكليس هنا اه هي اللفة ديت كده حقيقة انا مش عاوز اقوله على طول انا عاوز كل حاجة بالاسباب بتاعتها علشان تدخل من هنا وتفضل قاعدة جواب مخنا بص يا جماعة زي ما قلنا من شوية ان البرين جواه كافيتي الكافيتي اللي جواه اسمه انا بحفظه لكم اه بص اموتاك اعمل سبعينة كده انك ده نص الشمال اعملهم كده بقى المرة دي اهو حط المنظر انا حطه ده على الجزئية دي بيكون من ادي سنترال هورن بوستير هورن طيب اللي قدام خالص دي هي الانتير هورن اللي هي في الهوريزنتل سيكشن عندي باين عندي اهايات طيب جزت لاترال لها على طول هيبقى عندي مين يا جماعة الهيدوف كوديت اذا اول حاجة الهيدوف كوديت بتمثلي اللاترال وال بتاع الانتيرير هورن اوف زالاترال فنتجل اعتقد بالاسبات اهو وبالصورة اهايات ما تتنسيش ابدا باينة كل النيورو بيخدم بعضه احنا ما اخدنا الانتيرنا الكابسول شوفنا من خلاله هورزنتل سيكشن اما اتكلمنا على الهورزنتل سيكشن بالتفصيل اتكلمنا على الانتيررール هورن والانتيرنا كابسول والبازل جانجلي انا الانهاردة بقى كلامي على البيازل جانجلي تحديدا الكورديت نيوكلاس اخدت الهيد بتاعتها اللي هي المقدمة بتاعتها بتعمل لي اللاترال والبتاع الانتيرير هورن طيب يبقى عندي بقى البادي والتيل عاوزة افهمهم هقولك مش هقولك يا سيدي فليشن الاول انتو اللي حط طلعوها السيكشن ده يا جماعة انا اخده كورونا السيكشن كده في نص السريبرا الهيمسفير اما اقولك في النص يبقى هيعدي من خلال ان هو جزء من الكافيتي الموجود جوه السريبرا الهيمسفير السنترال هورن اللي انا بقى شوع عليها دي كده هي دي كده السنترال هورن السنترال هورن خلاص طيب لاترال لها على طول حلايا عندي ادي البادي بتاع الكوربس كاللوزم يبقى البادي بتاع الكوربس كاللوزم ماشي موجود في الانفرولاترال وال يعني مش هاده اقول لاترال وال اوي او فلور اوي هو الحقيقة بيمثل لي جزء من الانفرولاترال وال بتاع السنترال هورن OFF THE LATERAL VENTICAL أهوات اللي أنا بشارع عليه ده وأدي SENTRAL HURN أهايت خلصت كده ال HIT وخلصت ال BODY التيل بقى بصراحة عدت أفكر كده إزاي أوصل لكم ال RELATION بتاعته حلوم دي سهلة جدا الراس بدي احنا شفناها قبل كده تعالنا راجعها كده مع بعض أدي LATERAL VENTICAL ANTIL HURN خلاص خلصناها SENTRAL HURN بوستير HURN بالكوديت نيوكلس خالص INFIR HURN أهايت اللي أنا بقى المؤشر بالزبط كده محطوط على ال INFIR HURN بتاعت LATERAL VENTICAL طيب فين بقى التيل بتاعت الكوديت هنا؟ آه يتروئي على طول يبقى بتمثلي إياه جماعة ROOF يعني أنا هنا لو أخدت CUT SECTION كده حيباني عندي المنظر ده أدي ال INFIR HURN أهايت وحلاقي التيل أهوت اللي هو ده يبقى التيل بتاع الكوديت نيوكلس بيمثلي ال ROOF بتاعت ال INFIR HURN OF THE LATERAL VENTICAL بكرر من تاني كل أجزاء المنهج بتخدم بعضها أما حينا نتكلم بقى على LATERAL VENTICALS وال RELATIONS بتاعته آه ده أنا عندي كم نقطة ببلغش أروه ممكن رحض يقول لي أنا معليش في كلها بتاعتي ال RELATIONS بتاعت الكوديت نيوكلس يلا عارض بقى إيه عصف ذهني بقى brainstorming بقى كده جمع معايا يبقى الكوديت نيوكلس عبارة عن كوماشيب نيوكلس بتتكون من إيه HEAD BODY وبعدين TAIL بص بعمل إيه TAIL ال HEAD بتمثلي LATERAL WALL OF THE ANTIER HURN OF THE LATERAL VENTICAL ال BODY بيمثلي ال INFROLATERAL WALL OF THE CENTRAL HURN OF THE LATERAL VENTICAL طب التيل بيمثلي ال ROOF بتاع ال INFROLATERAL VENTICAL إذن لها علاقة بال LATERAL VENTICAL وطيضة جدا أجزاء الكوديت نيوكلس HEAD BODY BODY TAIL والحقيقة جماعة أنا نلاحظ إيه معاوش أنتوا لاحظتوا الملاحظة دي ولا لأ إن الكوديت نيوكلس دي يتعباء عن إنسانة ودودة وعطوفة وحبوبة جدا إزاي حالية ال HEAD من قدام متصلة بمين بال LENTIFORM وال TAIL بتاعها حنقول فيها بعد متصل بمين بال AMIGDALOID Nucleus نشوف منظر تاني هوت HEAD HEAD BODY TAIL التيل من تحت متصل بمين متعلق في مين آه ال AMIGDALOID طيب وال LENTIFORM وال LOWER PART بتاع ال HEAD بتاع الكوديت متحد مع مين يا جماعة مع LENTIFORM نيوكلس نفس الرسم السابق أهوت تعال نشوف المنظر ده بشكل animated بصراحة جميل جدا ادي كوديت حط نار في مكانها ولاحظ ان اللون اللي هو الأزرق العاطي على الخضار ده بيمثلي أجزاء اللاترال VENTICLE ادي ANTIER HORN CENTRAL HORN POSTERIOR HORN INFERIOR HORN بص انفير هورن حيروح لها تلفين فوقيها وبص علاقة ال HEAD بال ANTIER HORN والBODY بال CENTRAL HORN بصراحة انا مش عايز اصيب الصورة ده نشوف فردو الكوديت نيوكلس بشكل animated منظر جميل جدا وصلنا بقى الى LENTIFORM NUCLEUS اه نحط لك اتنين بيلعبوا همت لان هي فعلا بتتكون من شقين انا كل حاجة بحطها يعني عايز احط لها دلالة معينة كده تربط لنا ال STRUCTURE ده في ذهننا بأي حاجة LENTIFORM NUCLEUS LENTIFORM NUCLEUS الحتة دي انا اخيتها من HORIZONTAL SECTION بتاع السيبرلمي سفير دي كده اللي هي LENTIFORM NUCLEUS عزلتها بره خالص هنا اهايات وقادي الصورة كاملة هوت في HORIZONTAL SECTION اذا المرة التانية LENTIFORM NUCLEUS عبارة عن BY CONVIX LENTIFORM NUCLEUS BY CONVIX LENTIFORM NUCLEUS ازاي؟ ادي اللي انت فورم NUCLEUS انا احط عليها المؤاشة بتاع الماوس اهوت عازك شوف كده LENTIFORM NUCLEUS الAKESTERNAL CAPSULE مين يا جماعة؟ الكلستر اذا LATERALLY EXTERNAL CAPSULE الله لا DESCENDWITCHED BETWEEN TWO CAPSULE يبقى اولك اللي انت يفورم اللي هي اللي انت فورم محصورة بتوين ايه؟ كابسولين TWO CAPSULE INTERNAL CAPSULE AND EXTERNAL CAPSULE طب ايه الاجزاء بتاعتي؟ اقولك افتكر كده الحرفين دولة تيفكروك بحاجة؟ اما شوقك كده ساتك ان شاء الله بعد ما تخلص خمس سنين طب وتدخل امتياز وعين بعد امتياز تاخد تصريح مزولة المهنة هيصبح اسمك ايه؟ عارف ان الدكتور بس الدرجة بتاعته ايه؟ general practitioner ممارس عام جي بي هقولك لا ده انت حباقي اسمك اجزاء من اللي انت فورم نيوكلياس اللي هم ايه؟ اه الجزء الاولاني اسمه اللي هو الميديال بارت جلوباس باليوداس جلوباس باليوداس والجزء اللاترال اسمه بيوتامين بيوتامين يبقى خليك فاكر جدا وفاكرني بالحطة دي ان انا هقولك ان انت بعد دراسة الطب دي كلها هتتخرج تبقى لنتي فورم نيوكلياس هتقولي ليه؟ هقولك لانك هبقى اسمك جي بي اللي هم الرموز بتاعت الاختصارات بتاعت اجزاء اللي انتي فورم نيوكلياس اللي هم الجلوباس باليوداس اند بيوتامين طيب هيا جماعة فيه هنا حطة بقى ظريفة جدا كده هيا ايه؟ هاخد الكودية نيوكلياس اللي انا بقى شروع عليها ديت دي بقى عن جري متر لونها غامل بياليها باند اوف وايت متر اللي هي الانتيو لمب اوف انترنال كابسول بياليها اناذا بارد اوف جري متر اللي هو الانتي فورم نيوكلياس الله ده منظر مخطط ده احنا بنرسم بقى دي فنون جميلة كده اه وهم دون مع بعض بيمثلولي حاجة اسمها كوربس استريتم وده اول تفسير لكوربس استريتم لان له تفسير تاني هنقوله حالا دلوقتي بصوا كده منظر بتاع الهيدوف كوديت الانتي فورم سالمس والتالي دول كده مع بعض بيعملوا ايه يا جماعة الكوربس استريتم اللي هو الكوديت نيوكلياس انتيو لمب اوف انترنال كابسول وبعدين الانتي فورم نيوكلياس اه هنا بقى حاجة جديدة بقى الله انتظر الان دلوقتي ان الهيدوف كوديت اللي هو باط بتاعها بيتحد مع الانتي فورم الله امال ايه السلاسل دي كمال يا جماعة اه ده فيه برضه ملتبل باندس أوف جري مطر بتربط لي اللي هو اللانتي فورم بالبودي بتاع الكوديت وبيتخلل ما بين الفتحات دي نازل مين يا جماعة وايت مطر الله ده اللي هو بسط في الحتة دي تفسديtles مخطط وده تاني تفسير طيب نشوف هجمعها زي كون الكوربس استريتم ده بشكل انيميتد جميل جدا بصوا كده معايا بصوا كده السلمس والكوديت واللينتيفورم شو بقى الوايت متى هوية نازلة ما بينهم هيبقى عندي جري وايت جري الثلاث كتة الخاصانية اللي انا عاد اتكلم عنهم من الصبحة ها كوديت لينتيفورم ودي ادي الاميجدالويد ودي السلمس شوف الوايت متى بتتخلل بينهم زي هي نازلة وصلنا مين بقى جماعة لنيوكليس الغلبانة الصغيرة خالص اللي متشعلقة في الديل بتاع مين الكوديت نيوكليس اللي اسمها ايه اسمها اميجدالويد نيوكليس بصراحة يا جماعة النيو اناتومي في شوية اكسبريشنز جمال جدا وما يتنسوش ابدا مرانكس قريتها او سمعتها مرة واحدة ما بتتنسيش ابدا فين مكانها؟ ياه لحنا خاص بقى قلناها ستين الف مرة قبل جدا قاعد متعلقة في مين يا جماعة في التيل بتاع الكوديت نيوكليس ايه الشب بتاعها يا جماعة زي انا شايفين كده هوت هي بقى عن كنتينويس مع اللي هو تحتها على طول بقى فيه الأنكس فيه الأنكس اللي هي فيها الالفاكتي سنتا ماشي يبقى الأنكس فوقها على طول الأميجدالويد يعني الأميجدالويد تحتها على طول الأنكس وكان بقى حتى تانية مخرمة ببرفوريتور برانشز مين المين أرسز في المنطقة دية اسمها ايه؟ أنتيريور برفوريتد سابستانس زي ما قلنا للمرة الألف ناك كنتينو اسمع التيل بتاع الكوديت نيوكليس ايه الأجزاء بتاعتها بقى؟ بص يا جماعة رغم أن هي الجزء الصغيروه العامل زي الباليا ده ولكنه بحك على اتنين سيستم ازاي؟ الصغيرة دي وبتشارك في عمل اتنين سيستم الكورتكوميديال بارت بتاعها اللي هو الدورسو ميديال بورشن بتاعها ده بيوشارك تبع مين؟ تبع حاجة اسمها بيزا الجانجليا لسه بنكلم عليها دي طب والدورسو لاترال بارت بتاعها اللي هو الفينت والاترال بارت بتاعها ده بيوشارك تبع سيستم تاني اسمه لمبك سيستم إذن بتشارك فيه الفورميشن أوف تو سيستمز وصلنا بقى لآخر جزء اسمه ايه يا جماعة؟ كلاسترام ده من الألفاظ البسيطة اللي ما تتنسيش أبدا ماشي وحتطلق رمز الشهرة بتاعها توامين منشار ليه هتطلق رمز الشهرة بتاعه اللي هو المنشار ده؟ حتشوف دلوقتي من السلايد اللي جاية دي فاكرينا مرة أخدنا الهوريزينتا سيكشن وقلت لك الحتة دي فيها ما بين الاكسترنال كابسول الله دلن نحقول بقى لأ نفذ جديد خالص حيحيرانا دلوقتي وحاجة تانية بره خالصة اسمه اكستريم كابسول يا نار أبيض دلن كده عندي كم كابسول تانيتة كابسول طبعا أهم واحد فيهم وهو ده اللي تركز عليه بس هو الانترنال كابسول في عندي حاجة اسمه اكسترنال كابسول وبعين مع كده الكلاسترن وشوية فايبرز تانيين بيكونوا ما بين الانسولة والكلاسترن اسموهم اكستريم كابسول خلاص يبقى او رمز الشهرة بتاعنا المنشور ليه لنقع بقى عن طولس شابد باند أوف جري ماتا طبعا بصراحة هو الاكتوال كونيكشن والفانكشن بتاعتها is unknown يلا العبقرة بتوعنا بقى يسيب الدرس وكله ويقعوا بقى يدور على النت ويبدأ يسأل ويتصفح ويتمحص ايه بقى الكلاسترن دي قصتها ويسيبوا من الدرس بتاعنا كله هي في بعض السيريز بتقول ان هي عبقى عن integration ما بين السنسوري والفيجوال والاوداتوري زونز دي بقى الى الفايندينجز بعد ما اكتمل بقى الصورة بالنسبة لنا اخدنا الوايت ماتر والبيزة الجانجليا واخدنا فكة عن الكافيت الموجود جوه السيبر المسفير عاوز بقى الكل يوقف هنا كده والصورة دي عاوز الكل يصوم مها يلزقها في زهنه ويحبزة لو نرسمها بالطريقة المبسطة بتاعت الدياجرامز بتاعتي يلا نشوف الفايندينجز بتاعت البيزل جانجليا طبعا كم ده بيبقى في السيولجي اساسا بس ان حدي هنت سريع عنه طيب مسؤولة عن الكنترول بتاعت الولانتري موسكولر موفمينتز مسؤولة حاجة اسمها الاسوشييتد موفمينتز يعني وحنا ماشيين بحرف جلية انزا سيم طايم ايديا بتبقى رايحة جاية دي كلها عبارة عن حاجة اسمها اسوشييتد موفمينتز مسؤولة عنها وتنظامها كده البيزل جانجليا مسؤولة عن الفايند سيكرت موفمينتز اوف زا لامس واحد قاد بيلعب على بيانو بينفق في زمارة او كده كنترول جروب موفمينتز يعني باجئ حرك عضلات وشي ياه ده عبارة عن مجموعة مجموعة بيئة جدا من العضلات مسؤولة عن الكنترول بتاعت البوتشار اللي هو القوام بتاعنا طيب شو بقى بلايت اناتومي اللي هو التطبيق العملي لموضوع البيزل جانجليا ده مفيش يا جماعة احيانا وإحنا ماشيين في الشرع كده بتلاقي حد دي تيبيكال الماشية بتاعته بقى ماشي عامل كده هو بالزبط فكر كده اكيد كل ليلة شوفنا اللي انا شايفه قدامي ده يا جماعة هو ده اسمه باركنسونيز والسبب فيه هو بقى عن ليجن في البيزل جانجليا وأعتقد الكلام ده بتدسوه كويس جدا فيه اللي هو الفيسيولوجي وبالدرس العلاج بتاعه تبع الفرماكولوجي يلا بينا بقى على مجموعة من المالتوب تشاريس كويتشانز وتشوفز فولوينج ازا بارتو في زب بيزل جانجليا صبستانشا نيجرا اميجدالورد نيوكلياس ولا انسولا ولا انترنا كابسول ها اكيد طبعا الاميجدالورد نيوكلياس ودي الاثبات بتاعنا اهوت دي الوحيدة من الستركشورز ديت اللي هي تتبع البيزل جانجليا زا كوباسترياتم اس فورم اف ووتش افزا فولوينج ها يعني انا بصراحة دي اما نسمع السؤال ده يبقى اول حاجة المظلقة لتشويزز هاتي الاجابة في زينك الاول ها تمام لانت فورم والكوديت نيوكليس وصلنا بقى الى مجموعة ظريفة جدا من البركتكال كويتشانز افتكر نفسك كما تتخرج اسمك ايه جي بي اللي هي مكونات بتاعت ايه اللي انت فورم نيوكليس ايه ده كده الوحده ممكن يجيلي سؤال في الامتحال هاقول لي افتكر نفسك هاتقول لي جلوباس باردس and بيوتامي what is it's a medial relation internal capsule what's it's lateral relation external capsule عادنا اختب من كده identify the pointed structure جميل جدا المحيارة two systems اسمها ايه amygdaloid nucleus identify the pointed structure جميل 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 codate nucleus identify the pointed structure تاني اميجدالويد نيوكليس ايدنتفاي زا بوينتد استركشا كوديت نيوكليس حالا محبا جيب صور مختلفة مش تبا هي نفسه الصور جيب عليها كذا سؤال لأ عشان عيني تاخد على كذا فيو مختلفة ايدنتفاي زا بوينتد استركشا اه تحديدا هنا ممكن تقول لي البودي بتاع الكوديت نيوكليس اه جديدة شوية الحتة ديت بصوا ده كده اللي هو اسمه هبو كامبس والأولي افرنت باسوي بتاعه اللي هو لون أخضر ده اسمه فورنيكس والوصلة بينهم دي اللي هي الكميشار بتاع الفورنيكس وده بيمسر لي الانلي افرنت باسوي اف زا هبو كامبس وبيتبع حاجة اسمها الليمبيك سيستيم اذا دي كده كولون اف زا فورنيكس ايدنتفاي زا بوينتد استركشا تاني هي مين يا جماعة الكوديت نيوكلياس وصلنا بقى الى الانترآكتيف ونشوف السؤال بتاعنا بوكسر ان شاء الله نكون اه 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 عارفين ايجابتها وفي المرحلة دي بقى وصلنا الاخر سلايد وطبعا برضو هقولك ادخل زاكر بس من غير ما تفتح باب البلكونة وشوكوان جزي